أشهد الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الفعل الذي قامت به مملكة البحرين في نعم وتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وخلال كلمة القاعة في المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية نوه الزياني إلى جهود مملكة البحرين المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كفة إضافة إلى إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة لضمان الالتزام بقوانين مملكة البحرين ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأضاف الزياني أن دول مجلس التعاون تبدل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك كما تحرص على رعاية الإنسان وضمان حقوقه ترجمة نانسي قنقر